ليست عين الكاميرا وحدها هي التي تغمض جفناً لأجل مراقبة الحدود مع الجارة السورية إنما هي التعزيزات العسكرية التي تأتي في ظل إعلان رسمي لمحافظ الأنبار بتعزيز متطور لكاميرات وإجراءات نملية مشددة لقطع الطريق على محاولات التسلل تنظيم داعش إلى البلاد أسود الجزيرة اسم العملية التي تهدف إلى تشفيف منابع الإرهاب في الصحراء وتأمينها ومنع الاستهداف للأبراج من قبل الجماعات الإرهابية مثل داعش وتعزيز الاستقرار في المدن العراقية تفجيرات ساحة الطيران تقرأ فيما يراه التحالف الدولي على أنه مؤشر استمرار خطر داعش في العراق مسؤولون حذروا من خطورة إعادة تطوير التنظيم لنفسه في البلاد ما يتطلب مواصلة الضغط على خلايا التنظيم الذي استغل فرصا كأزمة كورونا للحصول على فائدة الصحراء القراءة الأمنية أخذتها القوات الأمنية بعين الاعتبار بعد أن شرع الكاظم بإشراف مباشر على عمليات نوعية استهدفت والي العراق ووالي الجنوب مع الحفاظ على وطيرة الضربات القوية وبمساندة دولية الحدود العراقية السورية هي معيار منح الأنفاس للتنظيم من قبل أنصاره في الخارج العراقي ما يمنح الكاميرا العراقية فرصة كاملة بقتل أي محاولة للتسلل وإنهاء مسلسل الحدود التي كان ينشر فيها التنظيم فيروس إرهابه على مر سنوات عجاف